بتكليف من غبطة البطريارك كيريوس كيريوس ذي أوفلوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن قام وفد رفيع المستوى يمثل بطرياركية القدس بزيارة غبطة البطريارك المسكون في القسطنطينية برثلناوس وذلك للتباحث حول اللقاء الأخوي المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمان خلال الأيام القادمة بمشاركة الغالبية العظمى من بطاركة ورؤساء الكنائس الأرثوذكسية في العالم لمناقشة الوحدة الأرثوذكسية العالمية وتعزيز الحوار والمصالحة بين الكنائس الأرثوذكسية وأكد الوفد لغبطة البطريارك المسكون أن اللقاء الأخوية في عمان لا يشكل مجمعا مسكنيا عالميا فقط بل لقاء عائليا يهدف إلى الحوار بين الأخوة بطاركة الكنائس الأرثوذكسية